الحقيقة أيضاً يعني أنا عايز أن أنا أتكلم على عدد من المؤشرات المهمة جداً الاقتصادية يعني حضركم تابعتوا أن الحمد لله مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة إحنا بنتكلم أن إحنا وصلنا إلى 6.5% بنتكلم على إجراءات الحقيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعني أطلق وثيقة مهمة للإجراءات الإصلاحية للدولة قامت بيها على مدار السنوات السنتين ثلاثة الماضيين اللي وصلت لأكتر من 290 إجراء بهدف يعني اللي إحنا بنتكلم فيه أن يبقى عندنا الدولة المصرية مرونة في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية موضوع تعزيز المنافسة والحياد التنافسي تشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة جداً تيسير الإجراءات وزي ما وعدت حضركم إن شاء الله النصف الأول من سبتمبر الدولة المصرية حتعلن من خلال وزارة المالية ووزارة الاستثمار أنا عايز أقول يعني إجراءات إن شاء الله ستكون إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية مش عايز أستطبق الأحداث في تفاصيلها ولكن فعلاً ستكون بتلبي كل طلبات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في هذا الشأن إحنا على مدار سنة 24 حتى يونيو الماضي إحنا طلعنا أكتر من 31 رخصة ذهبية وده توجه للدولة في تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة مساهمة القطاع الخاص النهاردة في عام 23-24 بقى 37% إحنا كان السنة اللي قبلها أقل من حوالي كنا 27% أو 26% فإحنا النهاردة زي ما بقول لحضراتكم ماشيين بخطة سريعة جداً في الوصول إن نبقى نسبة القطاع الخاص فعلاً من إجمال الاستثمارات تتجاوز 65% اللي إحنا وعدنا بيها وشغالين عليها السنة دي المستهدف إن إحنا نقترب من 50% تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص ففيه أرقام واضحة جداً خطوات تنفيذية الدولة بتقوم بيها عشان تشجع القطاع الخاص إن هو يتحرك بقوة وأعتقد دي كلها مؤشرات إنها بتقولها أنا بقول هذا الكلام ليه؟ وحابب إن أنا أقول هذه الأرقام ليه؟ لأن طول النهار إشعاعات بتطلع وأخبار بتطلع تشكيك في المؤشرات اللي الدولة النهاردة بتتحرك فيها تشكيك في جدية الدولة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص إن هو ينطلق كل ده أنا حابب إن أنا دايماً أحطه قدام حضرككم موضوع الدين إحنا برضو جزء من اللي هتعلنه وزارة المالية إن شاء الله في خلال الشهر القادم مؤشرات واضحة جداً 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 لخفض الدين الإجمالي للدولة اتحركنا وفكر حضرككم في موضوع الدين الخارجي بقوة نزلين من 168 إلى 153 مليار وعندنا الخطط بتاعتنا إزاي إن إحنا نستهدف خفض الدين الخارجي فالدولة بتتحرك بالرغم من كل التحديات اللي حضرككم أكيد متابعينها على مستوى العالم ولكن خططنا موجودة بنشتغل عليها بنتحرك عليها في خلال الخطوات دي وبنتباح تنفذها على الأرض إحنا مش مجرد بنطلع مجرد بأفكار ولكن بنضع خطط وبنتحرك عليها في هذا الشأن علشان فعلاً نحقق كل المستهدفات اللي إحنا وعدنا بيها وبننفذها إن شاء الله كان فيه زيارة لمنطقة رأس الحكمة وبرضو دي كان هدفها كله إن إحنا بنطمئن أهالينا اللي موجودين هناك إن الدولة المصرية بتراعي تماماً شواغلهم وكل التعويضات سواء النقدية أو العينية إحنا ملتزمين بيها عشان نفعل عملية التنمية الكبيرة جداً اللي في هذه المنطقة اللي هم حيكون أول مستفيد بيها وأنا كنت حريص جداً لنقل هذه الرسالة وتوجهات سيد الرئيس بأن أهالينا هناك بيتم استعابهم بالكامل وأن هم جزء من عملية التنمية اللي إن شاء الله إنها تكون موجودة في هذا الشأن إحنا يمكن كان هناك لقاء مهم مع سيد نائب رئيس الوزراء لموضوع التنمية البشرية وإن شاء الله بيبقى بنطلق مبادرة مهمة جداً للتنمية البشرية وتنمية الإنسان المصري اللي هو كان جزء من برنامج الحكومة وده بمستهدفات واضحة إزاي نحسن في جودة التعليم الصحة الخدمات الحماية الاجتماعية كل ده إن شاء الله بخطة تنفيذية حنتباحها على مدار كل سنة بحيث إن إحنا نحقق مستهدفاتها اللي إحنا وضعينها إن شاء الله على مدار التلات سنين القادمين بإذن الله وأيضاً لحتى عام عشرين تلاتين